موسيقى السلام عليكم عرفة الجزائر في ظرف أقل من 12 ساعة حوادث مخيفة وانفجارات متتالية بثلاث ولايات راح ضحية العديد من الأشخاص بينهم وفياته وهذه التفاصيل الكاملة الحديثة الأولى كانت بولاية غاردية أمس في ساعة متأخرة أين توفيت إمرأة وأصيبت 19 أشخاص بعد انفجار سيارة مزودة بالغاز في مدينة المنيعة لاستيقظ الجزائرين صباح اليوم على انفجارين آخرين كان أحدهما بولاية البوليدة بسبب تأسرب غاز المدينة بعمارة من طابق أرض بحي البساتين أين تم تسجيل تسعة ضحايا كلهم مصابين إصابة متفاوتة كما وعرفت ولاية الصيفية الأخرى وقوعا في جرع نيفبي سبب تأسرب في شبكة الغاز الطبيعي بأحد المنازل الفردية والريفية الواقعة بقرية الضعفة واتبع إقليميا لبلدية بابورة أين توفي شخص وأصيب آخرون إصابة متفاوتة الخطورة رحمهم الله وألهما ذويهم الصبر والسلوانة اشتركوا في القناة